موسيقى في هذا الفيديو سوف نشرح في الفورلوب و شلون نستعمل الفورلوب برامجنا العادية و شلون ممكن ما يسهل شغلنا دعنا ندول شيء بCFC و كليف طبعا شرحنا عظم الفيدات قابل و شنو فايداتهم و شنو اهميتهم و نبدأ الحين بالفورلوب شنو هو الفورلوب الفورلوب هو ما تقول يسوي لكم مثل لوب أو خنقول يكرر لكل شي على حسب التشكل ترتبيه وله استخدامات معينة هو أبسط طريقة عشان نشرحه أبسط طريقة عشان نشرحه انه نجربه فخلنا بدأ البداية نقول مثلا فورلوب تساوي من نقول أبيها 1 و 2 3 و 4 بعدها نقول لها انت يقول أبيك تكرر لي ال i مرة ب 1 مرة ب 2 مرة ب 3 3 مرة ب 4 يعني الVariable i رح يساوي للرغم هذي و ينفذ لداخل مثال شنو بيقول لها بيقول لها ال i تساوي او خنسوي variable ثاني خنسمي q تساوي ال i زاد او خنقول i ضرب ب 2 2 شنو منفذ يساوي اول مرة يديش اللوب ال i شنو قيمتها ب 1 راح يساوي راح يضربها ب 2 و يضربها ب 2 يضربها ب 2 يضربها ب 2 يضربها ب 2 لما يخلص اللوب نجرب اول شيء ال i غيمتها 1 i ب 2 بعدين غيمتها ب 2 2 ب 2 4 ب 2 8 و ينتهي اللوب طبعا هذا شيء بسيط وهذا يدى نبي قيم محددة لو مثال انا بيتكرر على اشياء غير يعني تتكون تكون الوبراتر اللي تسوينا قبل يفضل انا بي من 1 لما فراح يساوي لش اللوب 100 مرة و يساوي المطلوب نجرب كعب خمسة اللي على شيء فوق بده ب 2 لنا 1 بار ب 2 لما ننتهي آخر شيء فباختصار هذا هو اللوب يسوي المطلوب اذا لما بفترضان انه عبي بس يطبع لي عشان تأكد شون شغلنا طبعا كمان اسمه display اللي هو يعرض الباريب اللي بين الغوص اللي داخل الغوص عفوا اللي هو نجرب بده ب 1 2 3 اللي هو ال 4 اللي هو لي ما انتهي بالمية الغوص سهل متن نعم تشعفيين بسيطة لكن له استخدامات كتيرة انزيت في شاي يسمونه نستد لوب شو نستد لوب لانا نفترض ان انا عندي ميتريكس خنا مسح هالي خنا فتوق ان عندي R تساوي zeros عشرة بعشرة طبعا هذي شرحته بشجوهات اللي قبل شو معناتها ابي كتسوي ميتريكس قاسها عشرة بعشرة كلها zeros انزين شلون لو انا ابي ام لي واحد واحد بالترتيب شلون طبعا لو بسوي فور لوب عادي ش راح يسوي حط لي هذي بس ليش اشرح خنا لو نجرب نكتب فور انا ابي اي تساوي من واحد لي ما كم عشرة ليش لانا عندي كم واحد اثنين ثرات اربع خمس ست سبع بمعن تسر عشرة و هني انت شنو اقول لي ابي اي عفن ابي الار حلو اللي الصف القيمة اي اللي هو هاذا طبعا هني العامودة يعامود ما اقدر احدد خنحط الاول بس تساوي الاي شو معناته الكود هاذا معناته انا يبي الار الصف الاول هذا هو صف نصف الاي العامود الاول اللي هو هاذا باول لوب اول مرة يضيش قيمة الاي بواحد فواحد واحد خلي يساوي اي اللي هو واحد بعدين اند بيشتاني مرة شنو غيمته ستصير باثنين فالار اثنين بواحد اللي هي هاذي خلي غيمتها بآي اللي هي اثنين ليش راح يبا شغل بنامج كا اول ما دش هاذي طبعها لنا بعدين هني دش اللوب تقير هاذي مثل ما قلتاني اول واحد بعدين انتهى اللوب لاي كم تصير تصير باثنين كاي صارت باثنين بعدين كم تصير باثنين وليما ينتي لكن في مشكلة انا قدرت بس اسوي عامود واحد لكن ما قدرت اسوي عاجر عواميد فشنو يديش عندنا استعرفة النستدلوب شنو نستدلوب انه نسوي لوب داخل لوب انتهى انزل شوي نحن نسوي فور ثانية خنسميه لازم نسميه اسم ثانية خنسميه جاي ونفس الشي عبي من واحد الى عشرة وانتهى شى اللي صار عندي لوب عندي لوب كبير لوب صغير حلو هني حنسوي مثل ما احنا سوينا تاوي طبعا هذا حنناخلين حطه هني حلو شى اللي صار انا ليش حطيت بيين واضح بيانا بيين واضح بيانا بيين واضح بيانا دش الحين دش الحين عندنا دش الحين عندنا اللوب الاول قيمة الاي بواحد بعدين نمشي هنيت هنشوف انه في لوب ثاني قيمة الجاي بشيم بواحد لانه بدايت اللوب شى انا يقول له شوف الماتريكس اللي عندك الاي جاي خلي الصف اللي قيمة صف الاي والعامود جاي يساويون واحد يعني شغل بالنقا ما جوف نشوف اول ما بدك انا ابي صف الاول عامود صف الاي عامود جاي خلي هتساوي واحد بعدين طبعاً لما يخلص هيرد على نفس اللوب فيخلص لي عامود 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 لما يخلص لاخر عامود يروح على اللوب الكبير فيخلص للصف الثاني باجه العواميد كله اخنمشي لما يخلص اول صف نخلص أول صف هنا عفوان أول عمود هنا شو نخلصها عندما خلصها هنا يروحها قلوب هذا يزيد واحد وينزل لتحت نبسطها ونخليها بقيمتها على ال i يعني يبك تحط لي كل سل أو كل خلية موجودة قيمة ال i سوي العران شلي طلعوا إياني صف كله وحدات صف كله اثنينات بالترتيب ماشي ليش؟ لأن مثل ما قلنا ij اللي هو هيمستيك أول صف خلي كله غيمة ال i اللي هو اللوب الكبير بعدين انزل هنا ما يروح اللوب الكبير لما يزيد رح ينزل الصف الثاني رح يخلي غيمة شنو غيمة الصف الثاني كله نغير j ونجرب لحي طلعوا إيانات شدي فباختصار هذي هي النستد لوب أو ال for loop و اي أستاذ التي قمت تحطونها بالكومنت و بالتوفيج ترجمة نانسي قنقر